ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقا ترجمة نانسي قنقر 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 قبل أن تصبح أكثر خطورة مرت الكرة بشكل جميل مرت الكرة يحاول أن يسدد الكرة من هنا الكرة كانت قريبة جداً على عتاب المرمى تقريباً ولكنها في الأخير وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة عدت الكرة هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ يلعبوها للأمام كرة تعود إلى منتصف الملعب تسديدة في اتجاه المرمى تسديدة راحة لكنها أيضاً تذهب إلى الحارس يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم يحاول أن يلعب كرة بينية طويلة إلى القاعم البعيد يلعبون ركرية قصيرة الله من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ ضغط قوي وينجح في استعادتها الآن فرصتهم للمرتدة طقف الهجمة هنا تنتهي الأمور هنا جيرسون والحارس يلعبها بعيداً عن مرمى كرة طولية إلى الأمام يلعب كرة طويلة يلعبها ببراءة كرة طويلة للأمام يبعد الكرة عن المرمى يسيطر على الكرة يبعد يوم الكرة تظلم في القاعم وترتد يتفوق في المواجهة البدنية يحصل على الكرة ينطلق إلى الأمام بسرعة يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام من سيستلم هذه التمريرة الطولية جيرسون وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة لمسة بينية يا السلام على المرور الجميل على المهارة العالية تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار اندار شفائي للعب اشترى لعبها مباشرة ويلعبها للجانب الآخر من الملعب كرة طولية في المساحة الخالية موجود لإبعاد الكرة يتواصل لعب يرمي التمس تزديد من أول لمسة مجهود رائع لعبة سيئة تقطع الكرة الآن فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير تمرير طويلة في تجاه مبتازلة جيرسون يمروا يلعب كرة بينيهم ينقل كرة الجانب الآخر يلعبها عرضيا كرة لم تبعد بالشكل مطلوب لازلت خطيرا تمرير طويلة يطعها في الوقت المناسب أداء رائع جدا من المدافع كولار يلعب كرة طولية كرة تمر بسلام على المدافعين تلعب الكرة إلى الأمام جيرسون كرة كانت في منطقة خطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحوالها روبيرتو باتشو يغير تجاه اللعب على الجناح يلعب كرة بينية طويلة كرة تجاهزة الخطة حولت إلى رمي التباس كرة عرضيا باتشو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تلعب كرة حولت إلى رمي التباس يحاول تمريرها من بين المدافعين تغيير تجاه اللعب على اليمين الله يا ولد شوف الإبداع شوف اللمسة الحلوى شوف الكرة الجميلة يتدخل بنجاح يحصل على الكرب إمكانية مرتدة الآن اعتراض في وقت مثالي أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم تامتالك ساقرة النهاية ونهاية الشوط الأول ستنطلق صافرات بداية الشوط الثاني أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيز المشاهد هي التعادل السلبي ننتظر ونتمنى أن يكون الأداء أفضل أن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان أداء أجمل في الدقائق القادمة الكرة ملعوبة من مسافة كرة طولية إلى الأمام جيرسون من سيستلم هذه التمرير الطولية لديها الفرصة العربية إلى داخل منطقة الجزاء يتدخل ويقطع الكرب تمرير طولية إلى الأمام تمرير إلى الأمام بعيدة جداً ننتصل هذه الكرة تدر الجميع بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية عند مساحة خالية على الطرف ويعود بالكرة والتسديد ترجمة نانسي قنقر 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 وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة أعتقد أنها بالفعل مخالفة يتفق ما يروب ما حكم مبارات يطلق صافرته نعم تلعب الكرة إلى الأمام أخطأ كارثية في مباراة اليوم تمريرات كثيرة خاطئة ديل بييرو مرت الكرة بشكل جميل لحسا والكرة بعد ذلك فيها تسلل جدسون جدسون بضغط قوي تمكن من افتكاك الكراب ديل بييرو كوران طويلة للأمام يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب يحتسب الحكم راكلة حراب الحكم يحتسب راكلة حراب على حافة المنطقة بدلا من داخلها أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات لعب في وضعها رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة الله كورا جميلة السلام هلا ينجح في تس دي تويب عاد الكرة ديل بييرو يبحث على اللاعب في المنطقة العبابية ينقل كورا الجانب الآخر يلعبها طويلة لمسا إلى الهجوم يلعب كورا طويلة إلى المساحة الفارغة يلعب كورا طويلة إلى المنطقة العبابية يلعب كورا طويلة إلى المنطقة العبابية كورا طويلة إلى المنطقة العبابية تمرير سيئة لا تصل إلى اللاعب ويلعبها للجانب الآخر من الملعب فرصة هجوم وعاكس يحاول أن يلعب كورا بينيه يحاول لعب الكورا بالرأس الحارس برة الأخرى يمتذ فريقة من كورا خطيرة تزديد رائع لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى ردت فعل في منتهى الروعة بصراحة دفاع ينجح في بعض الكورا عن المنطقة الشخطة ويعود بالكورا إلى الوراب ضغط قوي وينجح في استعادتها يمر ويلعب كورا بينيه تمريره لعبة جميلة تزديد أجمل هذا ارتياح كبير ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ولكن قنع هذه الدرس ترجمة نانسي قنع أنه سيدا يدعني قيشني حدث يتعامل مع كورا بلاء التعقيدات لا الوقت لك سيدا بالكاد نجح في بعض الكرة يا إلهي ما أدمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن مرت الكرة ويعود بالكرة إلى الوراب فاتت ومرت وصلت إليه استحوان وسيطر على الكرة لكن بدون فعلية تذكر بدون قدر على الاخترام الكرة ملعوبة إلى الأمام ديل بيرو يتسبب في خطأ اشتركوا في القناة ديل بيرو جيرسون يلعب كرة بيني عاليسة وكرة في اتجاه المرمى بول كذها مني ببساطة هذه كرة لا تصد ولا ترد عندما نقول هداف في الفطرة روعة أقدامه وجمال كراتة هدف جميل جدا ترجمة نانسي قنقر التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابلة الشعيب بلوك دفاع قوي في مباراة اليوم ترجمة نانسي قد يلعب كرة عربية الآن يلعب كرة عربية ديل بيرو كرة طولية إلى الأمام تمرير طويلة إلى الجناح من سيستلم هذه التمرير الطولية وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة يتفوق في المواجهة البدنية يحصل على الكرة ديل بيرو من سيستلم هذه التمرير الطولية يتقدم بقوة بدنية كبيرة ها هي التزديدة الكرة الخطيرة حارس يتعلب مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينا ردت فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس ديل بيرو لا يمكن إهدارها كرة طولية إلى الأمام تمرير جميلة ها هو ينطلق لدي فرصة عرضية من الجانب الوقت يمر سريع يحتاجون إلى سرعة أكبر في نقل الكرة إلى الأمام اللعب السريع شيء ضروري في هذا التوقيت بالذات دفاع المنافس بكل تأكيد لم يسمح بمرور أحد قد تكون هذه فرصته يا سلام على المهارة على الكرة الجميلة وصلت إليه فرصة للتزديد يطلق الحكم صافرة تاني إنهاء المباراة عبروا هذا الاختبار بأقل فالك من الأهداف لماذا؟ بفضل خط الدفاعي قوي صلاة الدفاعية شدار بيرو